وحقوا تدخل بكم العوالم تجمع مبينة الملثم يعود من جديد ليلة انطلاق الهدنة ليعلن على الخسائر التي كبدتها المقاومة لجيش الكيان التفاصيل مرة أخرى يخرج أبو عبيضة ناطق الرسمي باسم كتائب القسام ويتحدث عن بطولات مجاهديهم بالميدان يقول أنه هذا مفخرة لكل حر بالعالم ونواجه قوة لا تتقن سوى القتل العشوي خلي نسمع أبو عبيضة شنو أقال بأكثر تفاصيل حيث وثقنا بعون الله تعالى استهداف ثلاثمائة وخمس وثلاثين آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل البري استهدافا مباشرا من مدى الأسلحة المضادة للدروع أو عبوات العمل الفدائي وعبوات الشواض منها ثلاث وثلاثون آلية في الاثنتين وسبعين ساعة الأخيرة وقد نفذ مجاهدون خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى بشكل محقق في قوات العدو خارج آلياتهم فنحن في حالة التحام مع قوات العدو الغازية ويشاهد مجاهدون قتل جنود العدو عن قرب ويراقبون معاناته في سحب جثث قتلاه ومصابيه من أرض المعركة وإننا نعتبر أن خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عملياته البرية وعدوانه النازي وإن كل المؤشرات والمشاهدات التي يراها مجاهدون في الميدان تقول بأن الجنود الذين زج بهم العدو في هذه المعركة ليسوا جاهزين لها ولا يدركون عواقبها استهدف 335 آلية خسائر العسكرية للقوات المحتلة الكيان السهيوني كما حي أبو عبيدة قواء أمتنا كما خصوصا إخواتنا يقول في اليمن لبنان العراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو ودعا زيدا لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة وحكاية زيدا على الهدنة إنما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هي ما كنا نطرحه قبل بدء المناورات البرية الصهيونية ورفضه العدو في حينه وزعم أنه سيحقق هذه النتيجة بالقوة العسكرية في حين أكدنا ولازلنا نؤكد أن السبيل الوحيد لإعادة أسرى العدو هو التبادل ونحيي قوى أمتنا التي هبت لمساندة شعبنا ومقاومتنا بالفعل الميداني المباشر والمؤلم للعدو من جبهات متعددة ونخص إخواننا في اليمن يمن العروبة والإسلام الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافية ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإسرار وكذلك إخواننا في لبنان الذين تتصاعد أفعالهم هذا كان كلام الناطق الرسمي باسم كتائب القسم أبو عبيدة لكل ما يخرج يحيي فينا روح المقامة ويصير حديث العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المنثم المنثم يعود من جديد موعد فمانية وربعين ثلاثين وسبعين ساعة ويخرج أبو عبيدة زيد ما راشكن نجل نترح عليك سوئر حترنا حكي وانت رجعت المقطع حبيت مع انت كيفاش محلل مع انت لبناني شسمه محمد كيت محمد كيت قال معناتها كيفاش والله اتفرجت فيها ابو عبيدة احنا نحل وانتي لا رفيق عليش تفضل احنا نحل وانتي في التالي فوق لو كان الحلقة ديه مدخلص فيها تنفعل تدغشش ما ننفعل يا رفيق يا رفيقي عايش خوية اليوم ما تبدلت مع انتش انا سمحني انت ديومك يتحكي انا نفركس على المعلومة هوني انا نفركس شين معلومة نيلقية على التحليل كيفاش ابو عبيدة نشوف عشرين الف خطاب وكل خطاب يعطي الامل وهذا موش بالسهر ايشون 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 معناك ينكتب انا محمد كيتا هذي هو كيتو خذر هو لبناني وامو من سنغال هذي كان مانا تضحكش علي معناك ينكتب انا محمد كيتا منلقى كان جوالي نجم ترقاه هو جروب فيرمية صحفيون اشراف نجم تليقرام نجم ندخلوا لجروب صحفيون اشراف اي انا يدخلوني هنا بسعي محمود دي هنا قاعد نتخيل والله ياكا والله وقالو ابو عبيدة في الواحد ويتفرش في زياد في الجزيرة اي سحيت ما عنده في الانفيح تلافظ اي شاء الله ازعم تفرر شوية اكيد فرق النصر الله وهذا الشبه اي شخص دعوة منهم رفيق بعد حركة سماح يجيو محمود رفيق نحاولو نعملو هاكي هاكي انا نخط روحي ما نحبش حط روحي في مكان العدو ولكن الناس ما اعتوا في ابو عبيدة من اللي انطلقت الحرم تصور غزة كلها تحت القصف ما سمعنا حتى السينيال على انه هو متواجد في مكان فيه القصف معناتها سيرمو متواجد في مكان ما زال العدو الصهيوني ما قربلوش اصلا معناتها ما زالت الانفاق وما زال جيش حماس في اماكن اللي بعد خمسين يوم رفيقي فوفيراتون سيارة وغزة ماهيش مكان كبير ولكن بعد خمسين يوم ما زالوا ما وصلوش للهدف في متاحهم معناتها ما زالوا يظهرني حتى اربعة ما زالوا لكن الحرب صعيبة بارش على الكيان وهذا اللي يخلينا عنا امل انه على الاقل في حركة حماس ما زال عندهم الكثير بش يوريوه وخاصة انهم قاعدين يلحقوا بأضرار كبيرة كبيرة جدا وريد رفيقي يرجع يفيري فيروس للحوثيين اللي عاملينه راو يزبكم تراوش عاملين حوثيين راو كربابور اللي شدوه ردوه دحتها راو يزبوا تراوه تصاور راو طلعوا عملي هو فيه كرهب هو حبتهم الكرهب وقالك مع كل الأربع كابت يا غورت هو كرهبب ليش هو لغقل السيارات تحية اليوم لأنهم على الاقل تحرك وجهد الفقير بما عنده بل يقدر معناه هو خرج مساندة ونصرة للقضية الفلسطينية ذكر العدو بالخسائر وذكر العدو بأهدافه التي لم تحقق وهذا مهم لأنه حرب على الميدان وحرب اتصالية باليمين نتنياهو قال سنشتث حماس وسنحر الأسرة عسكريا وسنختال قادة حماس في فلسطين وخارج فلسطين فلم ينجحوا لا في اختيال قادة حماس ولا في اشتثاث حماس ولا في تحرير الأسرة هذا هكذا يصير التقييم للحرب هي أهداف معلنة أمريكا قال بشو دخل ناحي صدام للأسف نشحت فيها ناحي صدام حسين للأسف كانت خيبة ونكسة للأمة العربية كلها اليوم خمسين يوم ولا ربع هدف تحققها هذه بطولة لا يمكن إنكارها على المقاومة إلا من إنسان مختل عقلي الخسائر المادية الإنجازات 335 آلية رو حاتم رو حاجة حاجة أخرى رو لليوم ما شفنا حتى صورة صورة لجيش الكيان يصور في مقاومين مستشهدين ما فهماش هذا يوري أنهم حتى لو كير فهم واحد ثلاثة من المقاومين واستشهدوا هذا كيد يعني هي حرب على أرض المعركة ما عندهمش الوقت حتى بش يشبدوا يصوروا لأنهم همش بسيطرين على الميدان الميدان اليوم تتحكم في حركة حميس برا نحكيو جوا مشكل آخر اللي يدفعوا في الفاتورة هم المدنيين لأنه الجيش أعجز على التحقيق هم حاجة بركة حاتم ربي هم يحكيو حتى تو وصلوا وصلوا إنه يحكيو بقى يحيا السنوار هذا تحبش تخرج بقى تخرج مع أنت وليت فما بعض الأطراف في الكوالي الوسطات بيخرجوه يحيا السنوار مع تول كيان يخموا في المسر لأنه عاجز على الوصول إلى يحيا السنوار اللي بالنسبة لهم ذاك هو الهدف فرق مواحد اليوم في غنزة هو الفرق معناها أخذر هي أن نحن ديما نقوله القوين مش بتعادلة معناها لأخرين تنوقة طيارات كل شيء معناها المقاومة ما فيش غالبته تصور لطف عليك ولطف علينا الكل عنا حرب في حومتك حومتك تعرفها ما يتصيرش يحروبات حديق كرتاج ما يبسط لي يا ختافات نزل لا لا والله يا زياد كانت اختاني انت معناها حربة في منطقة سكنية كما ما فيها كفافة سكنية كبيرة زنيقتي وكل شيء ما يعرفهم كان ولاد المنطقة وزيد ما تحضرين فوق العام وهما وهما بالشبر بالشبر والسيناريوات وكل شيء مع الأسف ونعودوا نقولوها وخيانا معناها اللي هما المدنيين واللي هما عزل هذوكم هما اللي الضحايا اللولانين لكن راهوا ثمن هما كانوا ميتين بتريقة أخرى تسووا ما عندكش الحق تعوم في البحر تسووا ما عندكش الحق تخرج نحنا هنا توا حتى كي تقصوا عليك شنغين والفيزايات وكل شيء تمشي لترك هما ينومين باسو لكس ما عندوش الحق يفحج البيب متع ذاك رفع إلا ما حاجة الأخيرة اتصالين معناها نعاود نجدد الدعوة اللي باش يعملوا اخدموا هالاتصال الملثم التاريخة خطر هما المدخبين أشبيح اللي حاطت لكلهم حميس بوجوههم موجودة وهو عام لكن العبيد تشوف في عينيه العبيد كيما التصوير هذيك هما اللي عاملوها تحريك السبع وليت تحلل في بلاتويت القنوات العابرية هذيك اللي ناشرينها هوم أخزر معناها أمام طا الدقة كي تعمل واحد معناها رجل سياسي يعمل هاك معناها أمام طا الدقة ويتحلو فيك الحزم يا والدي يحكي هاكا عادي وبعدش تشبد اسمه وياحنا نحنا وحنا سيبنا دايور في الكل وزير الدفاع ونات كرس بسم الله جيش نتع الكيير وبن يمين نتنيا وانا للا مانا كنت متفاجأ لانو نحكي على حرب نحكي على مليارات نحكي على كذا شخص وحنا زو سلاثة من صحافيا في وسط ذاك يوقفوا الكنفيرنس يقفوا يقولوا سيد رئيس الوزراء سيد النات كرس مغيروا كذلك هل فما امكانية توقفوا الحرب دون القذاة على يحيا السنوار هل فما امكانية ما ترجعوش بعض الهدنة وتخليوا يحيا السنوار عايش صار هاجي سنة اليوم للكيانة السهيوني ان يستمر يحيا السنوار على قيد الحياة هذا الرجل الذي قبع في سجون الاحتلال 23 سنة تعلم العبرية خاتل العدو قالهم جيشكم لا يهزم يزمنا نلقاوا هدنة معاكم ذاكا الحل الوحيد خرجها لعدات بعد خروجه انطلقت المقاومة منها الجديد شوفوا تقريرهم زيان على يحيا السنوار ليلة فرفماك بلوس على قناة الحوار رلاتون سيوي هو اكثر حاجة يمكن غلب عليهم يحيا سمحني مش في الديوان تخلص لحنا لحنا شنوا شنوا اعمل بوب على البرامج متاعك مش في الديوان ديوانها تخلص مش تعمل وكدخلة اللي بداها وديها اترادة على السنوار وبعض كانت تفرزوا فينا على الحوار واتفرزوا في تحليل البارودي لاحكي يا ربي لاحكي سامحني ياخي انتي مكشو معي اه انا ما عاك حاكم انا مع الحق عندكش الحق انا معنديش الحق عندكش الحق انا نعترض مش معقول مش خطراو في رويحكم الرجيل وانا البرح خالط علي السيزيرة. معنى اينا نحكي في حاجة مهمة. واه الانوثة ايه. لحظة اعيارية صاحبي بنيش انوث. صاحبي. اسماني. فيش احنا اخر شفازر صاحبي. فيش فازر. ليه معنى نحكي على يحيا الصنور مش نحكي على التصوير اللي قاعد في الفوتوكي فيش معنى استفزة الكيين الصهيوني كي استهدفوا المنزل متاعه. سمعني فاتك لحظة. تتفرجوا فيه الليلة. تتفرجوا فيه الليلة. احنا تاوا في السباح. السباح دوك الناس تسمع في نقاس ده ربي بعد مشي وتفرجوا اكثر تفاصيل في الراف ماك بلوس. دونك انا بنسبة لي السيد هيدا يمكن اكثر شخص ضحك العالم ضحك العالم على الكيين الصهيوني ضحكهم. بالحق معنى من من التبثيلية اللي عملها في الحبس كيفيش استغلهم ولا يحكي بالعبرية كيفيش كيخرج ولا الرجل الاول مطلوب من عند الكيين الصهيوني. وكيفيش يستغلوا رويحهم ضربوا داروا وقضاوا عليه ولكن هو اضحك عليهم وهبطلهم كالتصوير الشهير اخسارة معنى منها. من وسط روكيم البيت. من وسط روكيم البيت. يحيي سنوار واحد من قيادات الكبرى لكتيبة لحماس والمقاومة في فلسطين. من وسط روكيم البيت.